بصوا احنا بما اننا كده كده قاعدين في البيت فخلينا نستغل القاعدة في البيت دي بشكل ايجابي يعني بقدر المستطاع نستفيد منها بشكل ايجابي هي ان شاء الله ازمة وهتعدي فعاوزين نستثمرها ونطلع منها يعني كسبانين اكبر مكاسب ممكن ممكن نحصل عليها يعني فانا بكلمك دلوقتي من باب يعني بنقش معاك كده افكار بفكر فيها وانا اقعد يعني حتى الرسمة اللي انا برسمها دلوقتي دي ما لاقش علاقة بالكلام اللي انا بقوله بس هو مجرد سكتش كده زي ما احنا بالتفاقين ان احنا من السكتش بتاع فقلت ان ما صوره لانه بصراحة مليش مزاج ان انا اتصور وانا بتكلم ومحاجات كده فقلت ان انا ايه ممكن السكتشات اللي بعملها كل يوم ممكن تفيد حد يعني ممكن تفتح معاك افكار لو انت بتتعلم معانا وكده يعني بس ملاهاش علاقة باللي انا بقوله يعني فانا قاعد طبعا الدنيا وقفة تماما بالنسبة لي بالذات يعني حتى بالنسبة للشغل اه الحال تحت الصفر حرفيا فانا قلت ايه اه يعني هي الدنيا وقفت تمام فمش علاقة دك ومش علاقة الدائرة الصغيرة اللي حولك لا ده العالم كله تقريبا تمام واي شغلة حتى كنت بعمله كل حاجة وقفت تماما فانا قلت اعتبرها فرصة فرصة كده ان العالم متوقف علشان انا شوف حامل ايه يعني انا بفكر فيها كده بفكر فيها بالشكل ده يعني ان انا ايه ايه ممكن مثلا ايه فرصة ان انا اتعلم حاجة جديدة فرصة ان انا اطور مهاراتي في حاجة فعلا بعرف اعملها بس محتاج فيها شوية تطوير يعني انا قبل كده وانا بطمرن على الجرافيك في مكتب فنان يوسر حسن فتلاهيته في مرة بيقول لي ايه بقول لي انت عارف ان النفسي في ايه ترجو نفسك في ايه قال لي انا نفسي قاعد فترة مع نفسي ما بعملش حاجة غير اني بتعلم حاجات جديدة وبطور نفسي بس طيب ايه المشكلة يعني فما تعمل كده فقال لي لا الكلام سهل لكن الحياة مش هتوقف تستناني يعني ورانا بقى مصاريف ورانا بيت ورانا التزامات ورانا حاجات فانت خلاص الدنيا اخدك وانت بتجري ما انتاش قادر توقف مش قادر ما عندكش الرفاهية ان انت توقف بحيس ان انت اه لا انا هاعد هنا اجازة كده شوية عشان اتعلم كزا عشان اطور مهاراتي في كزا عشان اعلم استوايا في كزا مفيش الكلام ده فانا بعتبرها انا ببصلها في الجانب الايجابي ده اللي هو اه يعني ايه انا باستغلي فعلا انا بعتبر ان الحياة فعلا نوقف علشان انا اعمل ده يعني خلينا نشوف الجانب الايجابي في الموضوع يعني اه يعني مثلا متابعيتي لاخر الاحصائيات اه لازمة اه كورونا وصلت لفين ده مش هيفيدني او مش هيعمل معايا حاجة او مش فارق معايا انا اللي علي ان انا يعني بلتزم بالتزم التعليمات السلامة والوقاية ومش عارف ايه على قد وعلى قد الدنيا الحوالية فده اللي انا بعمله ده اللي بيفرق معايا فكرة ان انت تستسمر وقتك اللي انت قاعد فيه ده انا شايف ان هو مش خيار يعني انت مش مش بتختار يعني تختار تقعد نفسك ولا تنزل تشتغل وتجيب فلوس لا هو مفيش خيار انت قاعد مقفول عليك معاك ادواتك وبس فمفيش قدامك غير انك فعلا تطور من نفسك ان شاء الله لا ازمة تتعدي على خير ان شاء الله ويعني بعد ما تعدي مش عايزين نبقى من اللي هو ايه يعني اه دخلناها زي ما خرجنا منها لان انت انت فعلا دلوقتي ظهرك في الحيطة مفيش قدامك غير انك تتعلم حاجة بص انت هتتبع حاجة يا اما بقى اتتابع الفيروس وصل لفين وبقى كام وفي ايطاليا ايه اللي حصل وفي المانيا ايه اللي حصل ومش هافي ايه الكلام ده كله يا اما اتتابع اه اه حاجات كانت في اتاك حاجات كنت انت مأجلها اه نفسك تعملها بس مش لاقي وقت الوقتي يعني فيه وقت والوقت محطوط يعني ايه انت محطوط في الوقت ده غصب عنك. فانا بالنسبالي انا بالنسبال انا شخصيا اه بدأت ان انا ايه احطي ايدي فعلا على الحاجات اللي انا محتاج ان انا ادوس فيها واحتاج ان انا اشتغل عليها على مستوى على مستوى شغلي وعلى مستوى اه مهارات اللي انا بعرف اعملها بشكل عام. اه حاجات حتى لو حاجات طرفيهية بس حاجات هتفرق معاك انت شخصيا. وبص للجانب الايجابي بقدر الامكان. بقدر الامكان بص للجانب الايجابي في الموضوع خلينا نطلع مش خسرانين يعني كفاية كده خسائر خلينا نطلع بأي مكاسب نقدر نطلع بيها